خير أستاذ وائل وأهلا بكم مشاهدينا في لقاء حصري وخاص لبرنامج العشرة مساء على قناة دريم مع سفيري البلجيكي أمباسدرجيل هفاغت بداية معالي السفير نود أن نتقدم بكامل تعازين للشعب البلجيكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في بروكسل أمس شكرا لكم على تعاطفكم مع الشعب البلجيكي وتوجه بخالص الشكر للرئيس المصري فهو من بين أوائل رؤساء الذين تقدموا بتعازيهم لملك بلجيكا ونقدر جيدا هذا التعاطف من الشعب المصري ودعمه للشعب البلجيكي في الأوقات الصعبة معالي السفير لماذا بلجيكا ولماذا هذا توقيت تحديدا بداية أود أن أتحدث عن نفسي كمواطن بلجيكي ولدي أربعة أبناء يعيشون في بروكسل ومن المفترض أن يأتون غدا إلى القاهرة فلكم أن تتخيلوا حجم المعاناة والمخاطرة أما السؤال لماذا فالعالم يتحد الآن أمام الإرهاب الذي يهدد جميع العالم لذلك تعمل الجماعات الإرهابية على زعزعة الأمن والاستقرار كضربة استباقية قبل انتصار العالم عليهم هذا بالنسبة لأسؤال لماذا من وجهة نظرك الخاصة لماذا بلجيكا فبلجيكا عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي وعضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي وكذلك مقر الاتحاد الأوروبي إذن ألا تظن بذلك أنه من الأحرى أن تكون الإجراءات الأمنية أكثر صرامة في بروكسل لأنها مقر الاتحاد الأوروبي أكثر على المعايير الأمنية صرامة تم اتخاذها بالفعل وثم تحليل التهديد الذي كان معروفا منذ فترة هذا ليس جديدا بالنسبة إلينا وربما كانت كلمات رئيس الوزراء البلجيكي بالأمس توضح أننا كنا على خوف من حدوث ذلك إذن كانت لديكم معلومات وعلى الرغم من تلك الاحتياطات الأمنية المشددة إلا أن ذلك حدث للأسف إذن برأيك ما هي الإجراءات الاحترازية الاستثنائية التي قد تلقى إليها بلجيكا في الأيام القليلة المقبلة لمواجهة مثل هذه الأحداث وما الخطة التي يمكن أن تعدمدها بلجيكا على المدى الطويل تعتمد الإجراءات بشكل رئيسي على التبادل المعلوماتي والتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي واستخدام المزيد من قوات الأمن ولكن أيضا ستظل هناك حدود لتوقع مثل تلك الهجمات والسيطرة عليها إذن كيف لذلك أن يحدث وما هي الإجراءات الاستثنائية التي يمكن أن تتخذها بلجيكا؟ هذه الإجراءات هي تسخير كل الوسائل الممكنة بداية من القضاء مع الشرطة والتعزيزات العسكرية والتعاون الدولي كل هؤلاء معا يساعدوا في توقع مثل تلك الهجمات وإن لم يتم توقع ذلك فعلى الأقل الإصراع في اتخاذ التحقيقات إذن كيف يمكن لذلك أن يحقق فرقا؟ ما أعنيه أنه مثل ذلك التعاون تم اتخاذه بالفعل مسبقا بين دول الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد هجمات باريس الأخيرة وعلى ما يبدو لنا كمتابعين من الخارج أن مثل تلك الإجراءات الأمنية لم تكن كافية بعض الشيء لمنع حدوثي مثل تلك التفجيرات في بروكسل أعني تحديدا بعد هجمات باريس الأخيرة الحلول السريعة تعتمد على الشرطة وعلى المواطنين على الأرض أما الحلول طويلة المدى يجب أن تعالج جذور المشكلة فهي العزلة الاجتماعية المعرفة الدينية الفقيرة وبالتالي فإن مثل هؤلاء الأشخاص يشعرون بأنهم مهمشين وعلى استعداد لتهديد أمن الآخر جزء من المشكلة هو أن بعض هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى سوريا كمحاربين ثم يعودون بطريقة أو بأخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى فيرتكبون مثل تلك الأعمال الإرهابية إذن أنت ترى بذلك أن الدول الأوروبي قامت بأفضل ما لديها؟ لقد قمنا بأفضل ما لدينا معالي سفير هذا سيأخذنا إلى إمكانية بلجيكا في إيجاد التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان أعتقد أن هذا السؤال هو السؤال الأكبر في المستقبل وعلى الشعب أن يصوت لمن يحقق له الأمن والاستقرار وحلق فرص عمل كيف برأيك يمكن تحقيق هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان هي حق أساسي في أوروبا وأيضا الأمن هو حق أساسي في أوروبا ولكل الأوروبيين كامل الحق في الحصول على حريتهم ولكن أيضا في مناخ آمن وسلم وبالتالي فإن الأمن والسلم سابقين ضرورة أهم بالنسبة للمواطنين وللديمقراطية أيضا لكي تستمر أعتقد أن المعركة الحقيقية تدور حول التعاون الدولي ودعم التعليم وخلق فرص عمل جديدة ملايين اللاجئين جاءوا إلى أوروبا في السنة الماضية كيف تعتقد سيكون رد الفعل القادم الذي قد تلقى إليه أوروبا فيما يتعلق بأزمة اللاجئين خصوصا وأن هذه الأزمة فجرت انقساما بين مؤيدا لاستقبال اللاجئين ومعارضا لذلك كيف سيكون التعامل مع هذا الملف برأيك؟ نحن الآن في محاولة لإدارة أزمة اللاجئين هذا التدفق الكبير للاجئين بالفعل شكل أزمة غير متوقعة لدى أوروبا لم تكن على استعداد لمواجهتها وبالتالي فإن الدول الأوروبية تحاول الآن مواجهة وحل تلك المعضل أو ربما تنقسم تلك الأعداد على دول أوروبا هل تعتقد أنه قد يكون هناك تغير بالنسبة للتأشيرة الشينغل بالنسبة للمواطنين القادمين من الشرق الأوسط؟ بالنسبة لمعلوماتي عن تأشيرة الشينغل ليست محل نقاش حاليا وهي تغضى لمجموعة من القوانين الواضحة الأزمة حاليا هي في استقبالنا للاجئين السياسي الذين يتعرضون لظروف قاسية هم الأزمة التي يجب أن نبحث لها عن حلول مصر لديها خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب والتطرف برأيك كيف يمكن لمصر أن تساعد الدول الأوروبية على مواجهة هذه الظروف العصيبة؟ بكل تأكيد خبرة مصر مهمة في هذا الصدد ولسوء الحظ بلدكم أيضا تواجه مثل هذا الخطر تبادل المعلومات والتعاون بالمساعدات التقنية والدعم الفني من كل من الطرفين هي الوسائل التي يمكن أن تعزز من منع حدوث مثل تلك الأعمال الإرهابية مصر بالفعل تتعاون مع معظم الدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب كما أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الجامعات العربية إذن في النهاية كلنا مقتنعون بأننا يجب أن نتعاون ونتكاتف جميعا لمحاربة هذا الإرهاب والتطرف لا يوجد الآن فرق بين الجنسيات أو الحدود الجغرافية هذه أزمة عالمية تحدق بالعالم كله جيوغرافية هذه أزمة عالمية ترجمة نانسي جيل هفاق شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدين على هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء الخاص والحصري وأعود عليكم مرة أخرى أستاذ وائل في الستوديو